سوق دوت كوم أكبر متاجر تجارة الإلكترونية في المنطقة أطلق نسخته من الفعالية نهاية الأسبوع الماضي تحت اسم الجمعة البيضاء وللمزيد عن التجربة يسورني أن ينضم إلي في الستوديو السيد ويسام داود رئيس قسم التكنولوجيا في موقع دوت كوم ويسام أهلا وسهلا بك لماذا جمعة بيضاء عندنا؟ أهلا وسهلا جمعة بيضاء نحن الهدف أنه كان نجيب للمستهلك العربي في الشرق الأوسط أنه نفس إمكانيات الموجودة للمستهلك في أمريكا وكندا متل ما قلت فجمعة سوداء ما كان كتير مناسب وملائم للوطن العربي فحبينا نحط عليه التويست لوكل وسمناها جمعة بيضاء ويسام كان لديكم توقعات على عدد الزوار المتسوقين وحجم الصفقات هل التجربة لاقت توقعاتكم؟ نعم، نحن كان في بعض المتوقعات والمستهلكين بسبب المنتجات والسلع التي كانت معروضة لنا والحمد لله، قمنا بتفوق توقعاتنا في الجمعة البيضاء بهذا الهدف تعطيني شوية أرقام ويسام شوية أرقام اللي يكون عندك فكرة، سو إحنا شهرياً بيجي على الموقع حوالي 30 مليون فيزيتر اللي هو فعلياً خمس أضعاف ما بيجي على دبي مول ففعلياً إحنا أردي عنا عدد هائل من المستهلكين بالجمعة البيضاء بهذا اليوم الواحد أجعنا فوق 6 مليون ست ملايين فيزيترز بهذه الفترة وحتى يعني من ناحية إنفرستركشور من ناحية رادينس الموقع أجابي لحظة معينة يعني بما يقارن المئة ألف كونكورنت فيزيتر اللي هو بنسميه عدد المستهلكين بأي لحظة معينة ويسم أحد أهدافكم المعلنة من الجمعة البيضاء كان جذب متسوقين جدد غير زائريكم الدائمين هل نجحتم في ذلك؟ بالفعل كان الهدف وكان الترويج لهذا الإفنت فيما قبل إنه نجلب العدد المستخدمين الأكتر والأكبر فإحنا يعني عنا أردي مستهلكين يعني معروفين ولكن قدرنا نجيب يعني فوق 50 بالمئة من المستهلكين لأجوا على الموقع بهذا اليوم كانوا أكتر جدد من إنه ناس يعني existing customers إحدى المشاكل اللي يعاني منها مواقع التسوق الإلكتروني هي إنه لازال لدينا زبائن كثر يرغبون في الدفع كاش نقدا عند التسلم وليس الدفع أونلاين إلكترونيا أنتم قمتم بإحداث حسومات من أجل تشجيع المتسوقين على الدفع إلكترونيا خبرني هل نجحتم بالفعل في رفع حجم الدفع الإلكتروني مقارنة بالدفع عند التسليم؟ نعم، إحنا يعني معروف مثل ما قلت أنه المستهلك يعني ما إما ما عنده الإمكانية أنه يدفع ببطاقات الإقتمال أو أنه يفضل أن يدفع عند الدفع عند الاستلام سوق دوت كوم يعني بتمكن الخدمتين فالدفع عند استلام كان ما زال يعني نسبة يعني محرزة من البيع اللي صار على الموقع ولكن قمنا بمشاركة مع ماستر كارد وقمنا بإعطاء خصومات بما يقارن 15% زيادة على المقارنة الموجودة على الموقع وهذا كثير شجع الاستخدام البطاقات على الاعتمال بهذه الإباد فكان يعني بالفعل نجاح من إجمالي يعني الصفقات اللي تمت كنسبة مئوية قديش استطعتوا أنه تحصلوا عبر الدفع الإلكتروني بالدفع الإلكتروني في الموقع بهذه الفترة يعني كان يتزاود عن 30% من جميع المنتجات التي انباعد بهذه الفترة فيما هو في الأيام العادية؟ يعني أقل من هذه النسبة بس يعني أنه كان بالفعل يعني ناجح ويسام أيضا تجربة جديدة في خضم هذه التجارب كانت بعملية بيع منتج وهاتف ذكي لا يتواجد في الأسواق وإنما يباع حصريا على الإنترنت Infinex خبرني عن هذه التجربة وتلقي المستهلك لها بالفعل يعني كان جزء كثير مهم من هذه الإباد أنه سوء تشارك بالبرانز العالمية والموردين المحليين الكبار فقمنا بوضع كثير من السلع الإكسكلوسيف على سوء من ضمنهم Infinex اللي هو كان لأول مرة ينباع بسوق الشرق الأوسط وحصريا على موقع سوق دات كوم وتم يعني نجاح حائل بهذا المنتج اللي هو عبارة عن أندرويد ديفايس يعني سمارت فون بجودة جدا عالية فكان يعني هذا تجربة ناجحة جدا يعني نأمل أنه بعمل يعني أحداث مثل هيك من مستقبل إن شاء الله ويسام متفائلون أنتم بما تتحدث عنه الشركات الكبرى من طفرة ستحدث في عالم التسوق الإلكتروني ومستعدون لهذه الطفرة تتوقعونها بالفعل؟ بالتأكيد يعني إحنا الحمد لله بنحافظ على المرتبة الأولى من ناحية المتجر الإلكتروني بالشرق الأوسط وبنشوف على أرض الواقع أدي كمية الـ Growth بهذا المجال حالياً الإي كوميرس عبارة عن 2% من كل المبيعات اللي بتحصل بالشرق الأوسط فإحنا في بداية Growth Cycle يعني مخيفة ورهيبة وبنشوف أنه الـ Online Market عم بكبر يعني بخمس أضعاف الـ Offline Market فلذلك يعني بالتأكيد سوف يكون Growth هائل وحيكون يعني المجال الإي كوميرس يعني إشي تلوكاوت فو ما هي المحفزات الأساسية اليوم التي تدفعكم للاعتقاد بهذا النمو الهائل؟ عدة أسباب من الأسباب الرئيسية أنه الموقع الإلكتروني مثل سوق دات كوم لا يعني ليس لديه التكاليف الموجودة للـ Offline Competitors فعلياً إحنا ما عنا عدد محدود من الـ Capacity أنه نحط السلع على الموقع فعلياً We have unlimited supply كم المنتجات اللي بنعرضها على الموقع يعني بإمكانها تذهب إلى ما لا نهاية وبتكلفة أقل بكثير من تكلفة الـ Offline وStorefronts وRetail هذا بسبب لشيئين الـ Selection ما يسمى بالـ Selection اللي هو كمية السلع هائلة جداً فتعطي المستهلك إمكانيات أكثر من الـ Offline Market وفي نفس الوقت كمان التكلفة على المستهلك تكون أقل بسبب تكلفتنا نحن أقل ولذلك المستهلك يعني هو المستفيد الأول وهذا هو هدفنا إحنا الأساسي إنه ننبي خدمة للمستهلك تاعنا إنه يقدر to buy these products بأفضل أسعار بجميع الأنواع ويسام عندما دخلتم السوق كانت عملياً يعني تكلفة إعداد البنية التقنية للتجارة الإلكترونية مكلفة اليوم تمت حديث عن انخفاض هذه الكلفة بسبب الحوسباء السحابية هل هذا يعني أن اللاعبين في مقابلكم سيكونوا من مختلف الأحجام الآن يعني سنشهد شركات صغيرة ومتوسطة تدخل الملعب؟ بالتأكيد في طبيعة الإنترنت الأسعار والإمكانيات تصبح أسهل وأسهل بس running e-commerce ليست فقط على التكنولوجيا سوق يعني استثمرنا بكثير من الإنتليكشول بروبرتي التكنولوجيا اللي عندنا متفوقة جداً والتكنولوجيا اللي عندنا تستخدم لكلاود ما يسمى فهذا مكننا تسكيل أن نقدر نكبر اللي نقدر نستقبل عدد كثير من الزائرين على الموقع هذا من أول الشغلات ولكن e-commerce يتطلب operations كثير يتطلب أن يكون فيه خدمات للشحن خدمات للتوصيل للمنتجات خدمات للدفع وهذه الإمكانيات التي تمكنها سوق.com لدينا شركات payment لدينا شركة شحن اسمها QExpress هذه تمكن للمستهلك أن يشتري على الموقع وتصله الخدمة يعني تصله السلع بشكل سريع وعند دفع عند الاستلام فليست فقط تكنولوجيا وأونلاين ولكن في قسم تشغيل ومتابعة هذه العملية الشرائية للأوفلاين كمان ويسام بأي وطيرة تتوقع أن تنمو عائداتكم السنوية في المدى المتوسط؟ الحمد لله الشركة يعني عم تكبر بشكل هائل هدفنا الأساسي أنه نقدر نضمنا نكبر وننمو الـ revenues للشركة بس بشكل لا يؤثر على الخدمة وجودة الخدمة للمستهلك فنحن دائما يعني كتير ننتبه لموضوع أنه نكبر بس في نفس الوقت بجودة عالية وهذا من الإشياء الأساسية السيد ويسام داود رئيس قسم التكنولوجيا في موقع سوق.com شكرا جزيلا لك نحن سأل